السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أما بعد إخواتي أخواتي في الله كثير من الناس تتساءل هل هناك شياطين في رمضان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضائل شهر رمضان تصفيد الشياطين فيه ويرحمة للمسلمين لذلك سبب العافية من شرورهم وواسويسهم لقوا لعليه الصلاة والسلام فإد جاء رمضان فتحت أبواب الجنق ولقت أبواب النار وصفيدت الشياطين وهذه خصيصة عظيمة وخصائص رمضان تتحرير لعب فرصتك للتوبة من دولبي القرم من ربه بلا تأثير أوسوزن الشياطين وتصفيد الشياطين هو ربط الشياطين وتقيدها وجاء الأغلال عليها هذه من ناحية أما من ناحية الشياطين أن هل هناك شر مطلق للشياطين على بني آدم نعم موجود ففي شهر رمضان تكثر الأسحار تكثر السحر تكثر المس أكثر كل الهوام وكل الكوارث إذن كيف نرى شرور والمعاصر واقع في رمضان كثيرا فلو صفد الشياطين أسوسيلة لم يقع ذلك الجوابة جنوبة إنها إنما تقلن الصائمين الصوم هذا حفيدات شروطه يروعت أدابه أي المصفيد من الشياطين هم المردق كما جاء بعد الرويز والمقصود تقليل شرورهم وهذا عمر محسوس في أن وقوع ذلك في أقل من غيره إذا لا يلزموا من تصريب جميعهم أن لا يقع شرهم لمعصيها لأن ذلك أسبابا غير الشياطين كان نفوذ خبيل والعداء القبيعة والشياطين الإنسية ولكن تقوى شرورهم وانتقامهم بني آدم فالعدوة تابتة بين النار والتراب لما قيامه النار هو إبليس والتراب هو آدم عليه السلام كما قلنا إبليس اللعين في عدوة مع آدم عليه السلام وقيامه دريته دريس آدم ودريس إبليس لهذا أحضروا في هذا الشهر جيدا خصوص العشر أواخر فإن السحر يكون إجابته مئة في المئة من طرف السحر وأعمالهم تنجح مئة في المئة يكون الإنسان محصن بذكر أو بصلاة أو بصلاة فجري أو بقراس أورادي يومية